بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عمر بالفقي و درس اليوم طلب من أحد الأشخاص سأل كيف أضيف تحكم باللمس هذه تكون النتيجة النهائية مو اللعبة هذي اللعبة هذي سونا عليها دروس من قبل لكن هذا الشي كيف نتحكم باللاعب بدل الكيبورد أول شي تفتح المشهد اللي فيه اللاعب او اللعبة اللي تبغى تضيف لها التحكم يونتي سهلت موضوع التحكم في الأجهزة المختلفة عن طريق باكيج نروح إلى الاسات right click import package cross platform input بعد ما انضافت للمشهد نروح إلى standard assets cross platform prefabs هذه أنواع التحكم اللي راح نحتاجها mobile single control single stick control نسحبها بس إلينا المشهد ونلاقيها هنا إذا ما ظاهرت لكم روحوا عند file build settings وغيروا switch platform لاندرويد او ios وزي ما تشوفون عندنا هنا الجويستيك وهذا زر ثاني إضافي ما راح نحتاجه فنمسحه شغل اللعبة ما صار شيء نغيرها شايفين عندنا هنا input get access وهنا input get access فرح نستخدم الجويستيك الصغير اللي ضفناه وقبل نغير المدخلات أول شيء نقول للبرنامج أنه راح نستخدم cross platform input وبعدها نيجي هنا عند input نغيرها ب cross platform input manager وهنا كبان نفس الشيء cross platform input manager نرجع للعبة نقوم بـ play وزي ما تشوفون الآن صارت صارنا نتحكم باللاعب عن طريق هذه الجويستيك لكن زي ما تشوفون لما نكبر الشاشة تكون صغيرة لا تكبر معاها لكي نصلح هذا الشيء نروح عند mobile joystick نختار هذه الأنكرز الصغيرة شرحت عن UI أو الواجهة في درس ثاني بحط اللينك في الـ description وتكلمت على هذا الموضوع حجم الزحين مناسب ولو تريد تغيرون شكل الزر هذا تضغطوا عليه وبعدين تروحون هنا مكتوب image تختارون أي صورة ثانية تبقونها وبكذا انتهى درس اليوم كان خفيف وبسيط وإن شاء الله استفدته إذا ما كنت مشترك في القناة لا تنسى تشترك عشان توصلك الدروس أول باول وإذا كان عندكم أي سؤال اكتبوه في الـ comment أو رسوله لعرخاص وإن شاء الله فيتكم كان معكم عمر بالفقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة